السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين هذه قراءة لهذا البحث القيم رسالة طيبة جدا عنوى لها المؤلف سوء الخلق مظاهره أسبابه علاجه لفضلة شيخ محمد ابن ابراهيم الحمد حفظه الله يقول في المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شأن الأخلاق عظيم وإن منزلتها لعالية في الدين فالدين هو الخلق فالدين هو الخلق وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحسنهم أخلاقا أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مجلسا ولقد تظاهرت نصوص الشبع في الحديث عن الأخلاق فحثت وحضت ورغبت في محاسن الأخلاق وحذرت ونفرت ورهبت من مساوئ الأخلاق بل إن أبو سول صلى الله عليه وسلم بين أن الغاية من بعثته إنما هي إتمام صالح الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق يعني كإن النبي صلى الله عليه وسلم لخص رسالة أحبتي في أمر الخلق وهذا بيان لشأنها العظيم ومكانتها العظيمة بل إن الناس على اختلاف مشاببهم يحبون محاسن الأخلاق ويألفون أهلها ويبغضون مساوئ الأخلاق وينفرون من أهلها ومع عظم تلك المنزلة لحسن الخلق إلا أن كثيرا من المسلمين قد فرطوا في هذا الجانب لا حول علاقة إلا بالله فلم يلقوا له بالا ولم يعيبوه اهتماما فساءت أخلاق كثير منهم لا إله إلا الله فساءت أخلاق كثير منهم وشاعت مظاهر السوء في صفوفهم فأصبحوا بذلك فتنة لغيرهم خصوصا ممن يريد الدخول في دينهم وذلك عندما يرى البعد السحيق والبون الشاسع بين حال المسلمين وبين ما يدعوهم إليه دينهم القوين ولهذا جاءت هذه الصفحات محذرة من مساوئ الأخلاق مرغبة في محاسنها وذلك إسهاما في هذا المجال ومحاولة في الارتقاء بأخلاق المسلمين إلى الأمثل والأكمل أما عنوان هذا الكتاب فهو سوء الخلق مظاهره أسبابه علاجه وتحت هذا العنوان سيتم الحديث عن سوء الخلق من حيث تعريفه وذمه والوقوف على مظاهره وأسبابه التي تبعثه وتحبقه فتشخص الداء مفيد في وصف الدواء كلام مهم جدا وكلام جميل جدا يقول وبعد ذلك سينتقل الحديث عن زبدة هذا الكتاب ألأ وهي العلاج فيكفي مجرد معرفة الداء فحسب بل لابد مع ذلك من وصف الدواء الطبيب البابع الماهر هو الذي ليس يعرف المرض فقط بل يضع العلاج لهذا المرض يعني طبعا معرفة المرض شيء مهم جدا لكن الأهم وصف الدواء حتى يشفى من هذا المرض فلا يكفي مجرد معرفة الداء فحسب بل لابد مع ذلك من وصف الدواء وعلاج سوء الخلق يكمن في معرفة حدود الأخلاق وعلاج سوء الخلق يكمن في معرفة حدود الأخلاق وتمييز محاسنها من مساوئها والوقوف على السبل والأسباب المعينة على اكتساب الأخلاق رفيع الفاضلة ولهذا جاءت خطة البحث بعد هذه المقدمة مجتملة على بابين وخاتمة وإليك تفصيل الخط الباب الأول سوء الخلق مظاهبه وأسبابه وتحته ثلاثة فصول فصل الأول تعريف سوء الخلق وذمه الفصل الثاني مظاهر سوء الخلق الفصل الثالث أسباب سوء الخلق أما الباب الثاني كان علاج سوء الخلق ومهد فيه بتمهيد هل يمكن تغيير الأخلاق أو لا وده سألمهم جدا عشان نقدر أن نحن نتحسن ونصل إلى الأمثل والأكمل الفصل الأول حسن الخلق وفضائله الفصل الثاني أسباب اكتساب حسن الخلق الفصل الثالث أمور تتعلق بالأخلاق وأما الخاتمة وتحتوي على ملخص مجمل لأهم ما ورد في هذا الكتاب فلعل في هذه الصفحات تذكيرا وتبصيرا وعسى أن يكون فيها ترهيب من مساوئ الأخلاق وترغيب في محاسنها وإعانة على التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل نسأل الله أن يحسن أخلقنا وأخيرا أسأل الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد بن إبريم الحمد وذكر إلى التاريخ والمكان بدأ في الباب الأول سوء الخلق مظاهره وأسبابه وتحته كما سبق ثلاثة فصول الفصل الأول تعريف سوء الخلق وذمه وتحته مبحثان المبحث الأول تعريف سوء الخلق المبحث الثاني ذم سوء الخلق الفصل الثاني مظاهر سوء الخلق الفصل الثالث أسباب سوء الخلق الفصل الأول تعريف سوء الخلق وذمه تعريف كلمة سوء السوء مأخذ من الفعل ساء يسوء سوءا ومعنى السوء القبح وهو ضد الحسن ونقيضه قال ابن منظور في مدة سوء ساءه يسوءه سوءا وسوءا وذكر بقية المدة وقال هي فعل ما يكره وقال ويقول ساء ما فعل فلان صنيعا يسوء اي قبح صنيعه صنيعا وقال والسوء الفجور والمنكر الفجور والمنكر وقال ابن فارس تقول رجل اسوء اي قبيح وامرأة سواء اي قبيحة ولذلك سميت السيئة سيئة وسميت النار سوءا لقبح منظرها والله تباكى تعالى يقول ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوءا ادى كلمة السوء السيئ القبيح اما الخلق الخلق والخلق الطبيعة والسجية وتجمع على اخلاق قال ابن منظور وفي التنزيل وانك لعلى خلق عظيم والجمع اخلاق لا يكسر على غير ذلك والخلق والخلق السجية السجية الخلق بضم اللام وسكونها الخلق والخلق وهو الدين والطبع والسجية وقال الجاحظ الخلق هو حال النفس بها يفعل الانسان افعاله بلا روية ولا اخطيار الطبيعة بتاعتك التعامل الغير مصطنع الغير متكلف والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا وفي بعضهم لا يكون الا ببيضة والاجتهاد ممكن يكون خلقته هكذا ممكن يكون اكتسبها بالتعود ويعود نفسه عليه ادى تعرف كلمة السوء اللي هو القبح والخلق اللي هو الطبيعة وسجية طب الكلمتين مع بعض سوء الخلق من خلال ما مضى يتبين ان سوء الخلق قبحه ومساوئ الاخلاق منكرتها وقبائحها ومما يمكن ان يعرف بي سوء الخلق انه بذل القبيح وكف الجميل تعيب جميل اوي وقيل هو التحلي بالرذائل والتخلي عن الفضائل يبقى حسن الخلق عكسه اذا كان بذل القبيح وكف الجميل ده سوء الخلق يبقى كف القبيح ومذل الجميل حسن الخلق اذا كان التحلي بالرذائل والتخلي عن الفضائل سوء الخلق يبقى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل حسن الخلق طبعا احنا عايزين حسن الخلق ونعوذ بالله من سوء الخلق يبقى احنا عرفنا سوء الخلق التحلي بالرذائل والتخلي عن الفضائل فعل القبيح وترك الجميل اما عن ذنب سوء الخلق والمبحث الثاني يكفي ان اقول لك سوء الخلق عمل مرذول ومسلك دنيء يمقطه الله سبحانه وتعالى ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم والله يكفيه كده ياخ والله ما عادي ينفع كلام اقطع من كده عمل مرذول ومسلك دنيء يمقطه الله يمقطه يعني يبغضه يكرهه ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم بل ان الناس على اختلاف مشاربهم يبغضون سوء الخلق وينفرون من اهله فهو مما ينفر الناس ويفرق الجماعات ويصد عن الخير ويصدف عن الهدى ثم انه مجلب للهم والغم ومدعه للكدر وضيق الصدر سواء لاهله او لمن يتعامل معهم فما اضيق عيش من ساء خلقه يا الله كلمة قوية الله وحقيقة والله فما اضيق عيش من ساء خلقه ما اشد بلاء من ابتلي بسيء الاخلاق قال النبي عليه الصلاة والسلام وان ابغضكم الي وابعدكم مني في الاخرة السرسابون المتفيهقون 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 المتشدقون وان ابغضكم الي وابعدكم مني في الاخرة اسواء كلمة اخلاقه اذيقون المتفيهقون 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 المتشدقون قال الاحنف ابن قيس الا اخبركم بادوى اداء قالوا بلى قال الخلق الدني واللسان البذي وقال بعضهم من ساء خلقه ضاق بسقه من ساء خلقه ضاق بسقه وقال الاخر الحسن الخلق من نفسه في الراحة الا اخلاقه حسنه الحسن الخلق من نفسه في الراحة والناس منه في سلامة والسيء الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء بل إن سوء الخلق من أسباب دمار الأمم وانهيار الحضارات وصدق شوقي إذ يقول وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا أيو الله هذا وسيتبين ذنب سوء الخلق بصورة أجلى عند الحديث عن مظاهره كما سيأتي فيما بعد الفصل الثاني مظاهر سوء الخلق سوء الخلق يأخذ مظاهر عديدة وصورا شتى فمن ذلك ما يلي الوحدة تكفي إن صعبها سيء الخلق فما بالك لو اجتمعت أكثر من واحدة فما بالك لو اجتمعت جميعها ولعذب الله الغلظة والفضاظة فتجد من الناس من هو فض غليظ لا يتراخى ولا يتآلف ولا يلذ إلا المهاطرة والأقذاع ولا يتكلم إلا بالعبارات النابية التي تحمل في طياتها الخشونة والشدة والغلظة والقسوة وذلك كله مدعا للفرقة والعداوة ونزغ الشيطان وعدم قبول الحق فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موسل من الله ومؤيد بالوحي ومع أنه جاء بالهدى ودين الحق قال ربه عز وجل في حقه ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك يبقى أول مظهر من مظاهر سوء الخلق وإحنا بنتكلم عن مظاهر سوء الخلق تجهز نفسك إنك تتجنب هذه المظاهر هو ده العلاج وإنت لما تطوك مظاهر سوء الخلق يبقى أنت مسيء الخلق يبقى أنت عندك أخلاق حسنة الغلظة والفضاظة أبارات قاسية الفاظ نابية قسوة وغلظة وشدة وتقطب للجبين وكلمات سيئة تورث العداوة مدعا للفرقة نزغ الشيطان عدم قبول الحق شف تخيل كلام ربنا عن النبس سلم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فهذا معناه إن الفض غليظ القلب ينفض الناس من حوله أكتفي بهذا القد وللحديث بقية وأسأل الله تباك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين